بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة المائدة الدرس الثاني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله سبحانه وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا لما نهى عن الصيد في حالة الإحرام في الآية الأولى لقوله غير محل الصيد وأنتم حرم أباح العودة إلى الاستياد بعد حلل من الإحرام فقال وإذا حللتم أي من إحرامكم فاصطادوا وهذا الأمر أمر إباحة لأن الأمر إذا جاء بعد نهي إلا أن الأمر بالشيء إذا جاء بعد نهي عنه فهو للإباحة والإطلاق وإذا حللتم فاصطادوا وهذا دليل على حل الصيد مما أباح الله قد حرم الله قد حرم الله الظلم والبغي والعدوان ولا يجرمنكم شنآن قوم أي لا يحملكم بغضهم بسبب أنهم صدوكم عن المسجد الحرام وهذا يراد به ما فعله المشركون ما فعله المشركون في الحديبية لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه معتمرين فصدهم المشركون ومنعوهم من الدخول وأداء العمرة وهذا لا شك عدوان منهم لأن من قصد البيت للعبادة لا يجوز صده ولا رده ولكن هؤلاء قوم كفر ولكن هذا لا يسوغ للمسلمين أن يعتدوا عليهم بغير حق فهذا فيه العدل مع العدو ومع الصديق وأما القصاص بقدر المظلمة فهذا جائز قال سبحانه وتعالى وجزاء سيئات سيئة مثلها ولكن الممنوع الزيادة على القصاص قال تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فالقصاص جائز والعفو مطلوب والزيادة على القصاص محرمة وهي عدوان ولهذا قال أن صدوكم عن المسجد الحرام أي بسبب صدهم لكم لا يكون صدهم لكم عن المسجد الحرام مسوغاً مسوغاً للاعتداء عليهم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا ثم قال سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى البر كلمة جامعة تشمل كل خصال الخير والأعمال الصالحة فهي من البر فأمر الله جل وعلا بفعل البر والإعانة عليه فالواجب التعاون على كل ما فيه بر وصلاح وخير وما فيه تقوى لله سبحانه وتعالى والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان لما أمر الله بالتعاون على البر والتقوى نهى عن التعاون على ضدهما وهو الإثم فالإثم ضد البر والعدوان ضد التقوى فلذلك نهى الله عن الإثم والعدوان فعلا أو تعاونا وإعانة وإعانة لمن فعل هاتين الجريمتين قال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم كان عليه من الإثم مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة والمشاركة في الخير خير والمشاركة في الشر شر والعياذ بالله والدال على الخير كفاعله كما في الأثر ولا تعاون على الإثم والعدوان ثم كرر الأمر بالتقوى فقال سبحانه واتق الله بفعل أوامره وترك نواهيه لأن ذلك يقيكم من غضبه وعقابه إن الله شديد العقاب هذا تعليل للأمر بثقوى الله في أن من لم يتق الله فإن الله يعاقبه أشد العقاب فليحذر المسلم من ذلك في أن يتهاون في طاعة الله أو يتهاون في تجنب ما حرم الله فإن جزاء ذلك أن الله يعاقبه والله جل وعلا شديد العقاب لا نهاية ولا وصف لشدة عقابه سبحانه وتعالى فليس عقابه بالهيء أو بالسهل أو بالذي يمكن الصبر عليه وتحمله فهو شديد العقاب فليحذر المسلم من عقاب الله سبحانه وتعالى وهذا ختام هاتين الآيتين العظيمتين التي تشتملان على أوامر الله ونواهيه وما يتعلق بحرماته وحرمه فالمسلم يراعي هذا فيكون وقافا عند حدود الله ممتثلا لأوامر الله متجنبا لمحارم الله راجيا لثواب الله خائفا من عقابه هذا هو المؤمن الحق ولذلك كرر الله النداء بالإيمان في هاتين الآيتين لأن المؤمنين هم الذين يمتثلون أوامر الله جل وعلا ويجتنبون نواهيه وإلا فالواجب على جميع الخلق ولكن الكفار لا يمتثلون ينتظرهم العقاب والعذاب والعياذ بالله بخلاف المؤمنين الكفار لا يخافون لا يخافون عقاب الله ولا يرجون ثوابه بخلاف المؤمنين فإنهم يخافون عقاب الله ويرجون ثوابه فأمروا أن يتخذوا الأسباب التي تجلب لهم ثواب الله وتبعد عنهم عقابه سبحانه وتعالى فمطلع هذه السورة مطلع عظيم وكلها آيات عظيمة وتشريعات حكيمة وخيرات للمسلمين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الاستماع والانتفاع والإخلاص في القول والعمل صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين